سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقد أعرب سموه في البرقية عن تهنيه بمناسبة منح سموه هذه الجائزة التي جاءت تقديرا لدور سموه الكبير في تحفيز الشباب البحريني عبر برامج التواصل الاجتماعي على المشاركة الفاعلة بالمجتمع في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الشباب والرياضة والذي انعكس على مواصلة التنمية والبناء في وطننا الغالي وكذلك على المستوى العربي والعالمي ولما تشكله هذه المنشورات من مصدر مهم ومؤثر للمعلومات في مختلف وسائل الإعلام بالإضافة إلى أنها تشكل إلهاما هاما لشباب العربي والعالمي من أجل العمل في خدمة أوطانهم والارتقاء بالحركات الشبابية والرياضية وعرب سموه عن الفقر والاعتزاز بما تحقق من منجزات بالقطاع الشبابي والرياضي والذي عكس جهود سمو الشيخ ناصر البارزة في ترجمة رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في النهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال الخطط والبرامج الهادفة لاحتضان الشباب ومنحهم الفرصة لإبراز طاقاتهم بما يحقق لهم تنمية وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم والذي أسهم بتحقيق قفزات نوعية على صعيد الحركتين الشبابية والرياضية وإحراز العديد من النتائج المشرفة بوختلف المشاركات والمحافل الدولية متمنين سموه لسمو الشيخ ناصر بن حمد دوام التوفيق والنجاح في مسيرة العطاء لما فيه خير ومصلحة بلدنا العزيز